اهلا بكم جميعا ولاسر We can't do this as we should be in our research so if not, then no problem القيامin بإمكاننا الناس يكفي لأي حد أي حد حاضر أنه أعرف بس فيه تصور أنه هناك ملك لكل كلاسيكال الكمبيوتينج وأنه لما بنصل لللمت فيه ملك الناس ونحن من ناحية أو ناحية تانية ففي مشوار موجود وفى طيارين في البحث العلمي شغالين النهاردة بحيث ان احنا مش هنوقف يعني النقطة الاساسية اللي بنتلع منها من المحاضرة اللي فاتت على المحاضرة دي ان التطور بتاع الكمبيوترز مش هيوقف ولكن هيزيد حتى لو وصلنا للفيزيكال ليميتز بتاعة الكلاسيكال كومبيوتينج فحيكون وصلنا ايضا لفتوحات جديدة في الكوانتوم كومبيوتينج وفي الدي اناي كومبيوتينج وحنشوف بقى ايهما اللي هتكسب التاني السؤال بقى كان قضية الارتيفيشل انتليجنز ازاي هل الكلام ده بيترجم الى زكاء وايه اللي نعرفه عن هذا الموضوع فده اللي هي فعلا زي ما قلنا اول حاجة الكمبيوترات جات منين تاني حاجة البحث عن الزكاء الصناعي ثالث حاجة هتبقى بعد الغداء ان شاء الله عن الهومانز والروبوتز ان دي فيوتر اول حاجة هنبتدي بالتعريف للزكاء الصناعي وبعدين عايز ارجع كده شوية الى الادب والفن لان الاماجينيشن بتلعب دور في الحاجات دي كبيرة جدا وبعدين عميكلم على ازاي ان الناس اللي فكرت في الزكاء الصناعي الاول فكرت في اللوجيكال بيرفكشن وكيف يبنوا الزكاء في الكمبيوترات وايه اللي حصل فعلا وفيه طبعا زي ما هيبان بالوقتي اختلافات في الرأي عنيفة جدا فانا هعمل للمواقف المختلفة بتاعت كبار العلماء ونرجع لحاجة اسمها اللي هو الفرق ما بين العقل والمخ هل العقل والمخ حاجة واحدة؟ وقال لحاجتين مختلفتين وازاي وكده برضو زي ما عملنا في الكمبيوترات رحين فين مستقبلا هنفتح هننهي بمجال رحين فين في الحكاية دي فإيه الديفينيشن ايه زكاء الصناعي جون مكادي اللي هو احد المخترعين لكلمة ارتفشل انتليجنس سنة وخمسين قال دفنيشن بتاعته كده ان احنا بالساينس والانجينيرين بتاع صناعة مكن عنده زكاء المور جنرال دفنيشن اللي سائدة النهاردة ده ستادي اندزاين اف انتليجنس ايجنس ممكن انها تبقى اوسع لانها بتقول ان هو ممكن يكون سيستم مش مكنه يكون سيستم السيستم ده تعريفه ان يبحسس بالبيئة المناخ اللي هو عايش فيه وقادر انه ياخد قرارات هذه القرارات بتعمل لقدرته انه ينجح في اي حاجة بعمله وللي منكم بيقروا في ابحاث مختلفة يعني كل دي زي الكيورد اللي تستعمل في هذا الميدان انما اساسا احنا بنكلم اذا على او خاصية في المكان وفي البرامج وان السيستم المطلوب من السيستم المكون من برامج ومن مكان ومن وصلات ما بين وحدات مختلفة او علاقات ما بين مجموعة من الاجينز انه يبقى ديمونسترات ايه؟ وحنخش بعد كده في الزكاء العام والزكاء المتخصص وده بياخد من فيلز كتير جدا مش بس كمبيوتر ساينس انما سايكولوجي وفيلوسوفي ونيوروسائي وكوينيتيف ساينس اللينغوستيك السيارة والاقدار ويقائي بالسيارة والكترول membaud Privilectur Saudildigtor norms كل ده فروع مختلفة تibilities في الموضوع اللي نتكلم فيه دلوقتي اللي هو زكاء الصناع وي تت operل就عاق مع الروبوتيكس والاستوى ال hostage والديتا مينيك، واللوجيسترφο والبرامج الخاصة بتاعة الاسبيتش ريكوغنيشن وجايشل وكراملار الحاجات دي هنحدث عن م söyleyeسه SHAR فده التعريف واسع جدا لمفهوم ايه هو زكاس ما والناس اللي تشغل فيه هنيكي بقى للـ role of the imagination role of the imagination فيه visionarys في التاريخ بنرجعلهم كتير فلو اخذنا واحد زي ليوناردو دابينشي في عصر النهضة الاوروبية كان عالم ومتماتيشن وانجينير ومخترع واناتوميست ورسام وحنان وبوتانيست وميوزيشن ورايتر عمل اشهر اثنين تبلوهات الموناليسا او الجوكاندا واللاست سابر المشهورين جدا اللي عملهم الوعاد وعمل دراسات كتير اكيدا في الكوديكس وطبعا حتى الصورة بتاعته اللي التصوره للعلاقات الانسان اصبحت ايكونيك وبعدين كانوا دراسات في مش بس الاناتومي بتاعت الانسان والحيوانات انها مدراسات لمكن ودي اجنحة كانوا بيتخيلها عشان واحد يطير وده رسم لنفسه وعمل هناو تصور لهليكوبتر ولجناح وعمل براشوت براشوت ده بتاع اليوناردو الناس جربت تشوف اذا كان العملية هتنجح او نجحت فقلا يعني ده عملوا براشوت في متوسط واسط خمسة وتعين ستة وتسعين ودي صورة التنفيذ بنفس الطريقة الناس اللي سبعت وقتها بالتفكير عندنا ادباء زي جيل كتاب جيل كتاب cak سنة الف وتمنمية خمسة وستين تصور لرحلة إلى القمر وتعمل بعد كده في أول أفلام 1907 التصور بتاع جيل فيرن تحقق بعد ما هو كتبه بمية واربعة سنة بزيادة شوية عن قرن تصور هذا المستقبل تحقق فعلا طبعا لما نيل أرمسترونج نزل على الأمر سنة 69 20 يوليو 1969 يبقى إذن هذا النوم التخيل له دور وإذن ممكن نحن نتصور أيضا علاقات ونشوف الناس بتفكر إزاي وناس اللي تكتب النهاردة بتفكر إزاي جيل فيرن طبعا مات 1905 إنما كتب حاجات كتيرة منها تصور الغواصة وتصور رحلة الأمر إلى آخر إتشي ويلز إنجليزي عمل الانفيزيبل مان والتايم ماشين وورف دو ويلز ولو تصورات كتيرة جدا إنما في الوورف دو ويلز تصور روبوتس ضخمة جدا آلات عسكرية عبارة عن روبوتس ضخمة جدا وطلعت في تنفيذات بتاعة هوليوود في أفلام رائعة عارفينها كتيرة جدا إنما أيضا عمل التصور سماه things to come اتكلم فيها على السواريخ واتكلم فيها على حاجات كتيرة جدا رغم أن ده كان من زمان جدا طب مين هما بقى مان يعادل هؤلاء الناس بالنسبة لنا النهاردة وبيقولوا إيه على الزكاء الصناعي زي بقى الأدباء اللي كانوا من قرن وشوها بيتكلموا على رحلة الأمر والقابليهم على الطيران والبراشوت طب دلوقتي الأدباء بتوع دلوقتي اللي بيكتبوا ويمكن أهم ثلاثة أزيموف وحاين لاين وآرثر كلارك بنسميهم the big three of science fiction كمينكم بيقولوا science fiction يعرفوا الحكاية دي والحقيقة عملوا تأثير واسع قوي وبالذات يعني Arthur Clarke Sir Arthur Clarke منعجباني الجملة بتاعته اللي حطيتها نوات The world needs uninhibited thinkers Not afraid of far out speculations But it also needs hard-headed conservative engineers Who can make their dreams come true يعني قدرته أن يربط ما بين الاثنين مهمة بين اللي يقدر يفكر تفكير منطلق إنما المهندسين اللي حعرفوا حقاقه هذا مطلوب هو وستانلي كوبريك عملوا فيلم أصبح فيلم برضو نقطة فارقة اللي هو 2001 ودسة الفضاء الفيلم اللي طلع في استناد وكان له تأثير كبير جدا لأنه الفيلم حاول أنه يفكر علميا ويجيبه علماء كتير جدا يقول لهم هل حتة دي ممكنة علميا اللي مش ممكنة علميا الفيلم 2001 Space Odyssey يعني الأساس بتاعه روبوت بتمرد على أسياده البشر وبموته إنما الانترستينغ تينغز اللي فيه إنه أولا تصور الـ Space Station وكان تصوره قريب في حكاية إنهم يحتاجوا إنهم يلفوا عشان يعملوا جاذبية artificial gravity تخيل حاجات تانية هنعديها دلوقتي إنما وعمل سيكويل له إنما المهم إنه في الفيلم ده عمل تصور الروبوت اللي بيموت الناس ده ما هواش إنسان آلي شكله زي الإنسان هو كمبيوتر في راكس كده عاملة زي اللي بنحط فيها الأرشيف الإنترنت كده والكمبيوتر ده زكاءه طالع من الأجهزة الموجودة فيه روبرت هينلاين تصور حاجات كثيرة جدا إنما تصور ترانسندنت سيتيواشنز وعلاقاته من إنسان عقله بيقدر ينفصل عن جسمه ويرجع يتصل به تاني وتصورات مختلفة كتيرة أيزاك أزيموف أكتر واحد فكر في حكاية الروبوتس وعمل يعني هو له حاجات كتيرة أيزاك أزيموف إنه ما يمكن أهم حاجة أيزاك أزيموف إنه أكبر أكتر واحد كتب كتب في العالم كتب أكتر من خمسمائة كتاب وتسعين ألف جواب في حياته وبعدين بالنسبة للمكتبين يعني في مكتابة هنا كتاباته موجودة في 9 من العشرة كتاباته بتعديه ديسيمل سيستم كتب في كل حاجة له كتاب جميل عن شيكسبير كمان له كتب كتيرة جدا مع حاجات كتيرة جدا مختلفة تصور عالم مختلف تصور اتصالاتنا بين الكواكب والسواريخ والحاجات دي وجزء كبير من تصوراته اتعامل إلى أفلام فيما بعد إنما هو اللي تصور أيضا دور الروبوت دريمز والآي روبوت وتصور فكرة أن الإنسان الآلي ليبقى قريب من الإنسان وحيبنى أنه يبقى مشابه لصورة الإنسان وأنه يعني فكرة أنه ممكن أن نبني حاجة إنسان آلي يشابه الإنسان الحالي في الزكاء وحتى في الشكل فالسؤال طيب هو يعني حتى نقدر أبني إنسان شكله زي أو قال شكلها زي ولكن هل طريقة تفكيرها والزكاء وشعورها شعورها بالغضب والمحبة هل حيبقى شكله إيه ده وحيتعمل إزاي هو ده السؤال Can we create an artificial machine creations So أنا نبص على الartificial intelligence تم فيه هي في مشوار مشي وراحجة والبطر سنة 1931 وحقول لكم ليه البطر بيرجع الكمباس بتاعته بدأ بفكرة perfect reasoning إن إحنا عايزين نبني صرح logical للمعرفة وإن ال logical structure ده يبقى perfect بمعنى consistent and complete consistent and complete أبو الحاجات دي إقليدس السكندري هنا في مكتبة السكندريا القديمة كان إقليدس كتب الكتاب الشهير بتاعه اللي هو أساس الأكسيوماتيك mathematics يعني إلا واحد يبدأ بمجموعة من الأكسيوم وبيبني صرح نظريات الرياضيات كلها انتقل هذا الفكر في 1900 ديفيد هيلبرت ده صورته وراجل ألماني قال إنه عمل خطاب شهير جدا speech شهير جدا اسمه mathematical problems وحط فيه برنامج قال لازم نحل المشاكل دي كلها عشان نبني complete logical structure الماثماتيكس ودي من يمكن من أكتر المحاضرات لعمل التأثير في أي ميدان يعني المحاضرة اللي داها كان كينوت سبيكر في المؤتمر بتاع 1900 والوهم القرن الجديد اللي داخلين فيه هو القرن العشرين قادي اتجاه الرياضيات يبقى إيه وقادي التحديات الموجودة قدامنا والناس قاعدة تشتغل على هذه المشاكل وله كلمة جميلة جدا we must know and we will know دا ديفيد هيلبرت سنقافة سعمية واحد واحد اسمه فريج عمل كتاب كان مهم قوي في هذا البرنامج الكبير اسمه ساد ثيري وهو مبني على نظرات المجمع الحاجات في جروبس والرياضيات يقدر يبنيها من هذا ولكن شاب صغير اسمه بيرتاند راسل اللي هو بعد كده اشتهر لمواقفه للإنسانية وضد الحرب وبتا بعته سنقافة سمع واحد جواب حطم فيه شغل بتاعه بسؤال واحد عرف فيما بعد براسلز بارادوكس الحقيقة فريج حط في مطلع الكتاب الضخم التو فوليومز بتاعه قال انا في موقف غريب جدا اشتغلت السنوات وطلعت هذا العمل وراح المطبع وجالي جواب من بيرتاند راسل حطم كل اللي كتبته فلازم احط الجواب ده واقول راسل قال ايه انما طبع الكتاب برضو على اي حال ايه اللي قاله راسل هو فالساتس ان واحد بيقول ده جزء كبير قال ان لو فيه نجمع الحاجات المتشابهة مع بعضها في مجموعات والمجموعات دي لها طريقة رياضية ان واحد يتعامل معها فالافتراض بتاع فريج كان ان المجموع ممكن واحد يبني القواعد دي على طريقة سليمة 100 فراسل سأله سؤال فالسات انكلود فالسات انكلود فالسات انكلود وده يعني اذا اخترت الرد ده يبقى في حاجة غلط هنا اذا اخترت الرد ده هيبقى في حاجة غلط هنا ملهاش حل يعني مش هشرحول ده ده الشرح العلمي بتاعها انما تشبيه بسيط جدا لو انا متخيل في قرية معينة حلاء واقول الحلاء بيحلق كل الرجال كل الرجال اللي ما بيحلقوش نفسهم هو اللي بيحلق لهم حلاء ولا بيحلق لهم يبقى الحلاء بيحلق لنفسه ولا لا يعني هنا it is the set بتاع ماذهاش حل اذا اخترت كده اذا دخلت انه يحلق لنفسه يبقى بتتعارض مع part of the definition لانه واذا اخترت انه ما يحلقش يبقى تعارضت مع another part of the definition انه هو they are all all those who do not shave themselves are shaved by the barber this is the paradox يعني انا بصبت هنا الparadox بتاع راسل في مسل حية نتيجة لكده كان في مشكلة كبيرة حصلت في اللوجيا راسل بقى ماسكيتش وهو والفرد نورت وايتهد قالوا نحاول ان احنا بقى نبنيها سليمة سيبك من شغل في رجل ونبنيها ونبنيها وعاملوا اكبر عمل من نوعه اللي هو اسمه principia mathemática principia mathemática ده عمل ضخم جدا الفرد نورت وايتهد وبرتن راسل اعادوا كل سياغة الماثماتيكس في 4 volumes ادي كده لو اقول لكم مثلا اثبات ان 2 زي 2 يساوي 4 بتاخد 3 صفحات من الرياضيات المتعمقة انما اساسا هو عايز يبتدي ان ما اعترفش باي حاجة وابتدي بيزيك اكسيوماتيك ستركشور زي بتاع قليد الزمن السيستم ده استمر وفترة من الزمن استمر انما بدأ الستركشور الفكري في العالم يتهير اتهز اولا من البرت اينشتاين لان البرت اينشتاين فتح مجال لاستعمال النون يوكليديان جيومتري كل الناس دي برضو سواء هيلبرت فريج وراسل متأثرين باقليدس اقليدس سكندرية عرفوا اهمية مكتب سكندرية القديمة شو مؤسرة على الناس لغاية بداية القرن العشرين تأثير عميق جاء البرت اينشتاين استعمل الجيومتري بتاعت جاوس ولباشيفسكي وريمن نون يوكليديان جيومتري فالاول مرة الناس بدأت تفكر يعني دي حاجات كتنوجودة كده ككوريوزيتي لا بدأت تخش في المجال العام وطبعا مفهوم الريلاتيفي بقى غريب وبداية القوانتم فيزيكس كانت تسأل ناس تساؤلات كتيرة جدا جاء واحد اسمه ويت جنشتاين فاليسوف كتب كتاب اسمه تراكتاكس لوجيكو فيلاسافيكس بيقول ان المشكلة الاساسية في التعامل ما بين الناس وبعضها هو اللغة وان اللغة بتاعتنا فيها امبيجيوتيز والامبيجيوتيز دي ممكن ان احنا نعمل تعديلات في اللغة بحيث تبقى بيرفكت لوجيك لسه الناس بتدور على بيرفكت لوجيك اديكم مثل الامبيجيوتي انا اقول مثلا محمد السماك خد جاد ووصلوا الاجتماع مع محمد الفحام وبعد ما يخلص الاجتماع هو حيوصله لو انا بوصف لهذا الوضع حيوصله الاجتماع اخر مع دكتور مجد ناجي مثلا هو التاني دي تبقى مين يتكد بي ان محمد الفحام بعد ما حيقابله هو حياخده يوصل عند الدكتور مجدي وممكن تكون ان محمد السماك حيستنى وياخده من عمد الدكتور محمد الفحام وديه الدكتور مجدي هو دي بنستعمله طول النهار في الكلام بتاعنا ولكن بالنسبة المكانة بقى وتعليمات فيها الامبيجيوتي الامبيجيوتي عايزة تحل فهو ويدجينشتين قالك لا احنا ممكن نعمل في اللغة يزيل الامبيجيوتي دي ضربة ضربة القضية جات واحد اثنين نمرة واحد جات سبعة عشرين واحد سمو فيرنر هايزنبرغ قال على فجرة بقى ده اللي هو قال في الفيزيكس ان ما نقدرش فيه برامد نقدرش تقسهم مع بعض اذا است الماث مظبوط هيبقى الموفمين غلط واذا است الموفمين مظبوط هيبقى الماث هتبقى ابروكس عمل التأثير في الناس هزة ان العلم اللي احنا فهمين ان هو becoming more and more precise في حاجة uncertain الانسرطن على فكرة معلوماتكم هايزنبرغ وستوينتي سيكس وهي واند نوبيل برايز وعمر واحد ثلاتين سنة على هذا العمل يعني شخصية كبيرة جدا فديك الضربة الاولى الضربة التانية جد من هذا الشاب الاسمه كيرت جوديل كيرت جوديل عمل كتاب معقد جدا مش مهم نخش في التفاصيل بتاعته انما اثبت ان اي complete system واشتعل اساس على principia mathemática انما بيسميه اي complete system من هذا النوع حتوجد problems that cannot be proved or disproved يعني عمل على مستوى متقدم اوي نفس الحكاية اللي عملها رسل مع فريغ في اول عملها هو على شغل رسل الوايتهد وقال وفعلا mathematics cannot be both complete and consistent جوديل سوف ده جوديل مع اينستاين سانت 54 لما كانوا في برينسسن سوا جوديل سوف انهت كل المحاولة ان الواحد يبني structure perfectly logical سواء في اللغة او في science او في mathematics ففكرة ففكرة انه هنعمل حاجة يعني لازم نرجع للأصص عشان يبني نوع جديد من التفكير مبني على perfection has been abandoned as a result of الشغل ده مش معانيته mathematics are not precise مش معانيته انه science doesn't continue انما it just means in the search for perfection وان الواحد لازي مرجع للأصص ويبني كل حاجة من تحت الفوق is not the right way to go so if perfect and all complete and consisting reasoning and rationality are not reachable how have you been pursuing computer intelligence اولا نرجع تاني للخوار زمي الخوار زمي طبعا له كتاب مشهور اسم كتاب الجبر والمقابلة ونعتبر ابو الالجبرا انما اهم من هذا ان اسمه اصبح هو الاسم الاساسي لحاجة اساسية في computer science اللي هي الالغوريثم جاية من الخوار زمي والالغوريثم ده law definition it is a procedure consisting of a predetermined series of steps يعني بقول الالغوريثم لما تجابه المشكلة دي تحيل ها كده هو وبحط مجموعة من الخطوات هذه المجموعة من الخطوات بتديني بحددها من الاول لما لما يحصل المشكلة تطبقها عليها بتحل المشكلة فالالغوريثم جاية من عندنا يعني انما طبعا لطبقوها ناس تانية تانية زي ما قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت شخصية عبقرية جدا مات صغير انتحر على فكرة كان ظروف المجتمع بتاعه كان صعب جدا هو كان عنده جنسي وفي الفترة كان المجتمع لا يسمح بهذا تنتحر وهو عمره 42 سنة انما الان تيرينج كتب تو بيبرز هنتكلم عنهم في المحاضرة دي تو بيبرز يعتبروا علامات فريقة في التاريخ الان تيرينج مقود 1912 اول حاجة اخترع حاجة ساموها تيرينج ماشينز تيرينج ماشين قالك لو انا جبت تيب وهنا بقى شفنا 1001 وهكذا وعملت له بيعدي عليه ويقول اذا لقيت دي الجوريثم بقى زي تعمل كذا وتحل محله بزيرو او بواحد وعدت اكبر الحكاري اقدر بهذه الطريقة ان اكتب الجوريثم يقدر يحل اي معادلة رياضية يعني اي حاجة لها خطوات بيحل مسألة نظرية دلوقت يعني ان انا ممكن الاقي حل واوصفه وده عرف باسمه تيرينج ماشين وطبعا تصور تيرينج كان بيكلم اساسا على ان الواحد يعمل حاجة نوع جديد من الرياضيات هذا النوع جديد من الرياضيات مبني على فكرة الالجوريثم اللي اخدناها من الخوارزمي من اسم الخوارزمي الالجوريثم اللي هو احل بيها اي مشكلة رياضية ده تمثال بتاع بتاع وده واحد من الحائزين على فيلز ميدل بتالرياضيات قاعد جنب تمثال تيرينج فسنة 1936 تيرينج في هذه الفترة عمره 24 سنة لشان تعرفوا اهمية الشباب تيرينج عمره 24 سنة وقتها كتب انكمبيوتابل نمبرز ده اللي هو اخترع فيه اللوجيكال كومبيوتينج ماشين اللي الناس سمتها تيرينج ماشينز بعد كده وعمل الميكانيكال ميثود فور اكزيكويتين اي اريثماتيكال ديفين فانكشن واخترع الاسم اللي دخل في الريبيات فرع جديد من الريبيات اسمه كومبيوتينج هنس كومبيوتر ساينس هنس كل الحاجات دي جات من البيبر دي وقلم تيرينج عمره 24 سنة انتر شخصية اخرى كل بتوع الكمبيوتر زي عرفوها وارجو الشباب اللي حاضرين معنا يفكروا في الجماعة دولة كلود شانون سنة بعد البيبر بتاع تورين بسنة اثنين بس كلود شانون سنة ده يعتبر الفاذر الانفرميشن ثياري والاوثور الشانون اكويجن والنوز والمسج والنوز والحاجات سنة الـ 38 رسالة الماجيستير مش رسالة الدكتورة بتاعته رسالة الماجيستير بتاع كلود شانون ده مولود امتا 1916 سنة الـ 38 بعمر ادى 22 سنة الماستر فيسيس بتاعت كلود شانون بتعتبر نقطة فارقة لانه كتب سيمبوليك اناليسيس of relay and switching circuits كان في الشغل بتاع فريق وبتاع راسل وبتاع جورج بول في البوليون الالجبرا كان موجود في الرياضيات هو في الرسالة دي وهو عمره 22 سنة قال لهم ازاي ممكن اخذ نفس الفكرة بتاعت البوليون الالجبرا اللي فيها and or not if series of logical states سبع logical states موجودة فيها وطبقها على relay switching للسيركتس والتليفونات وده اللوجيكتس دي هي اساس كل بناء الكمبيوترز والانفرميشن ساينس لما بعد يعني كل كلاسيكال كومبيوتن اللي احنا نتكلم ان احنا بنشتغل به لغاية دلوقتي واللي هو بعد شوية حيوصل للليمتز بتاعته هو هذا الشاب اللي عمره 22 سنة سنة 38 وبيكتب رسالة ماجستير تخيل ازاي ممكن انه يقيم اللوجيكتس فهذا هو فانداشن الانفرميشن وشانون رمين صبعا احد امام في الميادين دي دي الفكرة الاساسية بتاعته انه الاناليسي اللي كان بيعمله فريغ وراصل في حاجة بسموها truth تيبلز بيتحول الى لوجيكتس وده مورغان ده سهل اكس وواي اللي هو بوث اكس اند واي بلحطة دي بس اكس اند واي يبقى اخذ التلاتة دولة مع بعضهم وده اكس بات نوت واي بلحطة دي بس وال اكس اه اه نون انترسيكت واي باكد فالمهم بتحول الى لوجيكتس وطبقها نهاية سنة الـ 38 تسعة تورينج بياخدوه في بلاتشلي بارك بلاتشلي بارك ده كان مكان الانجليز كانوا بيجيبوا فيه عقول علماء ورياضيين عشان يحلوا الشفرات الالمانية فهو حاول يعمل وعمل البومز اللي انتو شفتوها الاول دهيا عشان يحل الشفرة بتاعت الجهاز الالماني اللي كانوا يسمونه نجمة ماشين دي قصة لوحدها قصة طريفة جدا انما المهم فيها ان هو فعلا عمل مجودات كبيرة وكان بداية التفكير في الكمبيوتر وسنة 44 عمل وفي امريكا 45 عمل في نفس الوقت بقى ما اقولت لكم ان حديث عن الزكاء الصناعي هنخش لها برضو بندفر شغل من مختلفة من علماء مختلفين سنة 43 نيرو بيولوجي وارين مكالا ومع ماتيماتيشن اسم وولتر بيتس قالوا ان البرين ده بيشتغل بالنيورونز و عمل مبني على العلاقات ما بين النيورونز وبعضها وانه صوروه وده نقطة بقى هتقعد معنا طول القرن ده الغد دلوقتي لقوة ما قالوا عشان تفهموا البرين تخيلوا البرين النيورال نيتوركس دي عبارة عن شبكة تليفونات فيها on and off سويتش الكلام بتاع شانون من شوية فالon and off سويتش دي بتعمل لان النيورونات اللي في مخنا بتبتصل ببعضها وبتبعت كهرباء اما انها الكهرباء دي بتبقى on or off فممكن اتخيل البرين as a large system معمول ودول الناس يشتغلوا والتر بيتس وهمبرتو مورانا وجيري لاتفين وجماعة تانين سنة 44 جورج بوليا في الماثماتيكس بيشتغل الماثماتيكس بيور الوحده ستانفرد بروفسر كتب how to solve it والفكرة فيها he proposes an approach how to formulate the problems to resolve them وسمعها heuristics ومنهم الراندم ووكس ومنتكال وسميليشن حق كتير نعم مهم ان فيها ان جورج بوليا قال لك ان احنا ممكن السؤال مش بس زي ما كان تيرينج بيقول في الاول سنة 36 how can I transform a series of arithmetic steps وشانن صور logic structure تتعامل زي engineering wise لهو قال والسؤال بيجي زي بتطرح السؤال how to formulate وعشان تقدر تطرح الرد بتاعه اللي هو بعد كده حيبقى الالجوريثم بتاعه فاشتغل الحكاية دي وساعة 44 فيه كتاب كلاسيك جدا يعني يعتبر فعلا قمة ما بين اتنين جونفون نويمان واسكار مورغنسان كتبوا the theory of games and economic behavior وده الكتاب ده نقطة برضو فارقة في مفهوم الاقتصاد ومفاهيم كتيرة جدا بقى في مهدين كتيرة جدا فكرة الستراتيجية ازاي اعمل استراتيجية و game theory وقالوا مثلا لو اتنين بيلعبوا قصاد بعض في حاجات zero sum games ما تتحلش ازاي مثلا لو انا بلعبش ترنجي معك يا انت تكسب انا حكسب باللعب طاولة يعني انت تكسب انا حكسب اي ان كانت القواعد بتاعت اللعبة ما فيش ده zero sum يعني انت تكسب اذا ما تكسبش انما فيه العاب اخرى واستراتيجيات اخرى ممكن تؤدي الى التعاون وان التعاون بيجيب outcomes افضل للطرفين مع بعض تعرف ده من ده ازاي وتحسبه ازاي وتعمل mathematics بتاعته ازاي ده كان الclassic سنت 44 اللي كتابوا الاثنين دولة وهو اللي في economics لو فيه ناس في economics هنا اللي هو الaccount axiomatic utility theory ادى الى شغل كبير جدا وبعد كده هيربرت سايمون كتاب له ريفيو كبير اوي سنة 45 44 كذلك بقى تورينج وكوليجز بابنو كولاسس اللي وردتكم الصورة بتاعته قبل كده في انجلترا في 1800 vacuum tube وال الو اس انجينيرز موكلي و اكارت بيبنوا اينياك 47 بعد الحرب على طول بيبتدي اول برنامج للعب checkers هل نعلم كمبيوتر ازاي يلعب checkers مش شطرنج لسه لسه مجاش شطرنج ده من الكانداتي checkers لان قواعد checkers ابسط بكتير جدا من قواعد شطرنج فارتر ساميولز كان عمل اول برنامج منه سنة 47 وسنة 48 نوربر توينر كتب كتاب سيبرناتكس اللي هو communication and control in the animal and the machine in the animal and the machine هنا بقى نوربر توينر بيقول بيوربط ما بين الاثنين وكان استاذ ريادات في ام اي تي بيوربط وكان عارفك كان child prodigy يعني لما كان عمر عرب عسيني يعني مش عارف ايه وكان بيدي محاضرات في الجماعات عمر 15 سنة وحاجات زي كده وكان مشهور اوي هو مات بس سنة بعد ما جيت انا مسلا وصلت في بوستن وكانت كل الناس بتاعت الحكايات وكان لسه مات السنة اللي قبلها فما عرفتوش شخصيا انا سمعت حكاياته ان اللي منكم يعرفوا ام اي تي مباني طويلة فيها كوريدورات طويلة جدا وفيها بواب فهو كان دايما يمشي يقرى كتاب ويحط ايده على الحيطة كده هو ماشي عشان يعرف لما يوصل عند نهاية الحيطة وحط اصباعه وكده وماشى ومرة انهمت جدا فدخل دول فصل فالناس كلها سكت والمحاضر سكت روفيسور وينر شخصيا دخل فهو دخل كده هو وقعد لف القوضة كلها وحط ايده كده ورح طلع تاني من الباق فنوربت وينر امام الكتاب ده كان له تأثير كبير جدا ان control and communication in the animal and the machine وهنا بتظهر الاول مرة بنابعد عن فكرة perfect rationality بنابعد عن just engineering is it possible to engineer a computable machine ولا لا انما 48 بيبتدي يكلم ان زي ما الجماعة بتقول neural net اسأله على المخ ان هو ان فكر في carilla switch هو بدأ يقول لك لا هؤل الاثنين سواء امخاخ الحيوانات بما فيها الانسان او امخاخ المكان ممكن ان تحكمهم نفس القواعد اللي اسماها cybernetics و this was a very influential بوكو مثل 64 وصلت 65 هنا 65 وصلت هنا anyway john von neumann سنة 48 برضو مع cybernetics عمل محاضرة كبيرة جدا مهمة جدا سماها the general and logical theory of automata automata فكرة انك انت مش بس بتدي برنامج في مكانة انما بتمكم هذه المكانة انها تتعمل تشتغل automatic انها تبقى self reproducing systems بتمشي على قواعد رياضية الوحدة و this was very powerful والامج في الخمسينات والستينات ان البرين عبارة عن كمبيوتر كبير ودي رسمة قديمة طبعا وقتها كانوا يتصوروا الكمبيوتر في ناس لابسة بلطة بيضة وبتنقل تيبس وبتاعت مش الكمبيوتر زي بتاعنا دلوقتي فكانوا متخيلين من داخل المخ في الكمبيوتر او can we build الكمبيوتر as intelligent as a human brain السؤال بقى ما هو ما هو اذا خدتوا الخيوط ده ووصلنا الى ان neural nets ووصلنا الى ان التشابه ده موجود طب ليه بقى ما نقدرش نبني مكنة عندها نفس الزكاء بتاع الكمبيوتر السؤال how would we know اذا المكنة عندها الزكاء مين اللي جاء تاني في الحكاية دي بقى Alan Turing تاني Alan Turing 1950 كتب بيبر اسمها computing machinery and intelligence بيبر دي is a great classic واقترح فيها حاجة عرفت فيما بعد بالتورين تست التورين تست بيقول فيها تبعا عرف ازاي كانت المكنة وصلت الى زكاء الانسان ولا لا قال طيب تخيل انا حطيت واحد بيشتغل بيتصل بالكمبيوتر بقواعد من جال ما يشوف الكمبيوتر وحيستعمل اللغة البشرية العادية انجليزية او فرنساوية او عربي ايا كانت وهو يكلم والمكنة ترد عليه او ممكن يكون فيه انسان اخر في قوضة تانية يرد عليه لو هو مش قادر يعرف الفرق ما بين الانسان والمكنة يبقى اذا وقتها نقول المكنة وصلت الى زكاء الانسان اللي قاعد دا مش شايف فيه حد بيرد عليه وبيخش في حوار اذا مش قادر يعرف اللي بيتحاور معا دا انسان ولا مكنة يبقى المكنة وصلت لزكاء الانسان دا يعني التبسيط بالصورة واضحة عشان تعرفوا يعني تيرين وشانون وامسالهم بفكروا قدام الدي دا كان لسه المكن كده الكمبيوترات اللي كانوا بيتكلموا عليهم انتسيبيتين انهم هيعملوا كميونيكيشن وانه هيحلوا مسألة ان الكمبيوتر حيتطور الى هذه الدرجة يعني كان فيه التصور دا موجود فسنة آل سنة الخمسين اول الكمبيوتر الانياك والكولوسيس كانوا فيهم انما فكرة انه يبقى عندك ويبقاله البروغرام والبروغرام دا تغير له فكرة السوفتوير والهاردوير الابليكيشن اللي بنحطها على الكمبيوترات دلوقتي بدأت بالإدفاك سنة خمسين نفس السنة اللي كان تيرين بيكتب فيها البيبر بتاعته ونفس السنة بدأ اول برنامج للكمبيوتر كتبه شانون في البيبر تانية كلود شانون كتب كلود شانون دا تبعا شخصية دوميننت في حاجات كتيرة جدا ويكفي زي ما بقولوكو ان لما كان عمره 22 سنة في الماستر فيسيس بتاعته لغاية دلوقتي اهوش وبعدها بكم بسبعين سنة the other side of the world في اسكندرية قاعد بتكلم مع الماستر فيسيس بتاعت كلود شانون في ام اي تي سنة الثمانية وتلاتين فكتب اول برنامج كومبيوتر شخصية سنة 56 عملوا مؤتمر جون مكارفي ومارفين مينسكي اول مرة قالوا نعمل حاجة اسمها زكاء صناعي artificial intelligence the world artificial intelligence was coined في دارتموث سمعت عمل في جامعة دارتموث واقعدوا شهر المؤتمر كان عبارة عن شهر الناس بتفكر مع بعض مش بتقدم بيبات بتفكر مع بعض في قضية الزكاء الصناعي وبعديها بخمسين سنة خمسة من الأصليين رجعوا تاني في دارتموث كان عملية احتفالية كبيرة بالحكاية دي وده منهم ده مكارفي وده مينسكي مكارفي ومينسكي هنا 56 برضو لنفس الوقت فترة دي ألا نيول وهيربرت سايمون عملوا أول برنامج عام مبني على أساس symbolic manipulation هنا عايز أوصل نقطة مهمة قوي اللي هو فكرة symbolic manipulation لأن أنا بحط مجموعة من symbols وبقول الكمبيوتر تحرك symbols بالصورة دي وإن symbolic manipulation دي هل هي تعادل الزكاء ولا لا قضية هتيجي بعد كده symbolic manipulation approach artificial intelligence أصبح بعد كده خيط من الخيوط بتاعة البحث العلمي فيها وسنة 57 عملوا حاجة سموها GPS أو general problem solver اللي هو more robust and sophisticated program عن logical theorist يعني السنة اللي بعدين عملوا عطول وده عامة أظن يعتبر فعلا أول برنامج in the real sense of programming modern programming بيبدأ مع GPS بتاحهم سايمون بالذات العلمين ده سايمون ده شخصية فريدة جدا لأن عمل contribution في ميادين كتيرة جدا أخذ نوبل prize في economics اشتغل في البرمجة اشتغل في physics اشتغل في حياة كتيرة جدا وبعدين سنة 58 مكارفي اللي في برضو عمل دارتمو السمينار متأسئا ومتأسرا بالشغل بتاع نيول و سايمون عمل LISP اللي هو programming language وده كان very important للجزئية بتاعة artificial intelligence is based on something called landa calculus بس مش هنخلش فيها دلوقتي وليها applications من بعد 1960 تقريبا في نفس الفترة سنة 58 نوعان شومسكي احنا نعرفه في مصر الدفاعه عن حقوق الفلسطينيين والدفاعه بيقف يهاجم السياسة الامريكية في قضية فلسطين وحاجات كثيرة من هذا النوع انما هو اصلا professor of linguistics في MIT شومسكي عمل masterwork بتاعه سنة 58 اسمه syntactic structures واعدنا تاني الى فكرة ان اللغة تقدر تتحول الى الرياضيات ان اللغة لها structures وان اللغة ممكن انها تبقى convert لان دولا مش حكتين مختلفتين تاني انما ممكن الى اثنين وهو اساساً كان في الشعب في اللينجوستيكس عشان يفهم اللغة فرجع تاني لللوجيك structures والرياضيات عشان يعمل الحكاية دي تذكروا ان ويتجن ستاين سنة 21 كان قال ان ممكن الواحد يستعيد بالامبيديو تذكر في اللغة with a perfect language شامسكي بقوا وعملوا الارتيفيشال الانتليجينس لاب في اماي تي وبعدين مكافي ساب سنة 63 وراح عمل لائي لاب في ستانفورد فالتنين بقوا اباء الارتيفيشال الانتليجينس واحد في اماي تي واحد في الاست كورس واحد في الواست كورس في هذه الفترة الناس بدأت تتكلم ان المكان حقاب عندوا نفس زكاء الانسان البرين وان اللغة ممكن تبقى Mathematics طلع الفلاسفة ودخل الفلاسفة المتخصصين في الرياضيات على فكرة فيه فلاسفة متخصصين جدا في الرياضيات يعني مش بعيدة عن بعضها جي آر لوكس تسعة وخمسين كتب بيبر اسمه Mind Machine and Goodell وبيقول انه مش ممكن ان المكان حيوصل لل قدرة بتاعت مخ الإنسان ان مخ الإنسان عنده طريق التفكير مختلفة عن طريق التفكير المكان وGoodell's Proof تا 31 أثبت ان الفكرة ان الواحد يعمل برنامج متكامل Perfectly Rational is not possible وطول ما الابستقل ده موجود مش هتعرفه تبنه مكنة عندها نفس قدرة الزكاة وقدرة التفكير بتاعت الإنسان بعدين بعشرين سنة بالزبط يعني هنا تسعة وخمسين الى تسعة وسبعين صديقنا داجلا سوفشتاتر اللي جالنا هنا في مكتب السكندرية سنة 2005 كتب كتاب مشهور قوي اسمه جدل الشرباخ وهي أرجوز فيه على انه لا انه ممكن ان يحصل هذا الزكاء وانه زكاء مختلف وانه طريقة التفكير بلازم تبقى على سيستمز بأكملها مش على حل مسائل محددة لوكاس مازال هو بقى اصبح رئيس مجموعة من الناس للرافضين فكرة ان الزكاء الصناعي ممكن يصل الى زكاء الانسان سنة 62 حصل اول حاجة تفتكروا لما قلتلكم بدأنا بالشيكرز بروجرام الشيكرز بروجرام تطور لدرجة انه الديفيتد اللوكال شامفين بتاع الشيكرز سنة من 47 الى 62 اول مرة البرنامج هزم بطل في اللعبة انسان بقى هزم انسان وسنة 65 جوردن مور الكوفاوندر اف انتل عمل ما عرف بمورزلو او قاعدة مور وقال فيها انها هنزود عدد الترانزيسترز نحطها على انتجريت السيركيتس اكسبونينشلي دبلين ابروكسيماتلي افريد توي ييرز وقادي مورزلو وقادي كيف تحققت فعلا انها وصلت مثلا من هنا كان 2000 سنة 1 سنة 72 2500 ترانزيستر هنا 125 مليون ترانزيستر في البنتين 4 فالجروث اكسبونيشلي ديس از نون از مورزلو وبعدين ده هنا تقعد مع ويفر الوايفر طبعا متحط لطس اف سيرك تشيبس كان ببعضها وتعملهم في بتاعها كبيرة كده زي ما تشايفينها تبقى قدرتها كبيرة جدا المورزلو دي اصبحت انه ده اكتر حاجات اثرت على صناعة الكمبيوترز في الاربعين سنة اللي فاتت ان الكمبيوترز بلازم تتضاعف سرعتها ويقل تمنها بسرعة كبيرة جدا ونتيجة لكده طبعا احنا بنجدد في الكمبيوترات كل ثلاث سنين اه وحتى كل سنتين السؤال بقى is the emerging power of computers enough الاجلاء في حاجة اسمها the emerging power of networks واحد اسمه ماتكالف رابوت ماتكالف اللي هو co-invented the ethernet founder of 3com it's a very big company 3com he formulated ماتكالف's law قال ان الشبكة بتزيد قيمتها ده ده the ethernet بتزيد قيمتها مع زيادة عدد المتصلين بيها وقال ان زيادة دي هتبقى exponential فلو عندي شبكة في خمسة متصلين بيها بتبقى قيمتها اقل بكثير جدا من شبكة فيها خمسين اقل بكثير جدا من شبكة فيها خمسة مية اللي هي تبقى اضعف اضعف اي ان كانت two laws دولا سوا قدت الى ان بعض الناس قالك زيادة قوة الكمبيوتر بمور وزيادة قوة الشبكات بمتكال سلو حتؤدي الى ظهور الزكاء الصناعي ازا امانيت فينومن وحتى الكنشيسنس الكنشيسنس هو ان انا ببص انا عارف ان انا اسمعيش راجدين وببص بشوف ناس انا عارفهم وهذه العلاقة الموجودة بيننا وبين بعض النوحة ده انه يبقى قادر على الاحساس وقادر على التعرف على الزات التعرف على الاخر هذا السؤال مطروح هل المكان ممكن يوصل الى انه يبقى عنده ام لا ف سنة ستة وستين فيه برنامج اسمه إليزا وده حوار بيتم الحوار عليه اي واحد ممكن يخش على النات يخش في حوار والذي اخترعه واحد اسمه ويزنباوم ويزنباوم وقت ما عمل برنامج ده كان عمله لأسباب اخرى هنتكلم عنها فيما بعد ولكن اهم حاجة في قصة هذا البرنامج هو ان ويزنباوم ده سنة وستين شوف منكلم ويزنباوم من الناس اللي النهاردة النهاردة ويحنا 2007 2008 بيقول ان خايف من التطورات العملة تحصل things are going too fast ده ويزنباوم is not the only one وبيل جوي الكوفاوندر of sun microsystems الناس اللي بتكلم معهم دولا ما همش مارجينال فيجرز دولا عمالقة صورت الكمبيوتر في العالم اللي هم بيكلم برو and against تلك الكلام اللي بقول الوقت الحوار ده الاطراف اللي فيه عمالقة ف he was born in berlin والفادر of the eliza program he's now back in berlin سنة سبعة وستين ماك هاك ذي الام ام اي تي program كتب واحس موريش جينبراد ديفيتد واحد كريتك بتاع الارتيفش الانتليجنس في الشطرنج ودريفوس من الناس اللي قال it cannot be done مينسكي كذلك قال ان البحث في النيورال نت في المخ is not important احنا لازم ندور على وسائل اخرى للبحث على الارتيفش الانتليجنس ستة وسبعين حصل تطور مهم اوي مايسين اللي هو اول اكسبرت سيستم الناس قالت طيب انا لو بجيب دكاترة بيشخص حالة بيشخص الحالة ازاي فتشقيص الحالة الدكتور بيبص على سيمتومز معين طيب ما نسأل ايه الحاجات اللي بص عليها وندخلها في كمبيوتر وبعد كده يقولك اذا تلعت فيه كذا 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 يبقى ادور مثلا طبع على ضغط الدم ضغط الد طيب يبدأ الناكست كوستشن فبدأوا يعملوا برنامج في ديسيجن تري ديسيجن تري ده من مبني على معرفة الناس ولكن اساسا يتعمل كله بالكمبيوتر فنتيجة لكده مثلا واحد مزارع ممكن في اي حتة يخش على ويقول انا قدامي نبات كذا عليه ظاهرة الفلانية يرد عليه وقال تاني يقول له طيب هل لما بتفرقها باصبعك بتقع ولا لا وهكذا الآن ما يوصل لدرجة يقول لك يبقى اذا غالبا النبات اللي قدامك ده مصاب بالمرض الفلان التحليل ده والأكسبورت سيستمز بدأت سن ستة سبعين دلوقتي منتشرة في حاجات كتيرة جدا سنة واحد وتمانين ضد منسكي ضد غيره دانيل دانت كتب كتاب برين ستورمز وكتب الميند بودي بروبلم وقال لهم أنا لا أعترف بالعقل وأنا العقل ما هو إلا تفاعلات كيميائية داخل المخ وإن بحثنا في التفاهم ما هو المخ هو لحيؤدينا إلى فهم العقل وهذا هو الميند برين بروبلم وهو جميع رجعنا ثاني للبريين كمبيوتر لفكرة البريين كمبيوتر بس هنا بقى الفكرة مش الاحتكام لنظرية النيورال نت إنما الاحتكام للنيورو بيولوجي والفيسيولوجي اللي جاية من البيولوجي بقى بيولوجي وفيسيولوجي بنهاها دي هنحلل بقى مكونات البريين وبشتغل إزاي وطبعا احنا عارفين this is a neuron والنيورون ده بيبقى عبارة عن خلية خاصة لها بيزل تنترايتز بيجيلها منها incoming signals لها axons بتتصل بالنيورون تانية وبتطلع apical dendrites اللي هي بتاخد signals من ناحية تانية حصل طبعا معارك كبيرة جدا ما بين دنت والنقات بتقوى حول هذه القضايا من أهم النقات هيوبرد ريفس هيوبرد ريفس رافض شغل نيويل وصايمون وكل الشغل ده كله وبيقول إن فيه basic presupposition في التصورات دي كلها إنه الزكاء هو manipulation of physical symbols وده غير صحيح وإنه لذلك كل الشغل بتاع artificial intelligence is doomed to failure وله الكتاب الشهير what computers can't do بتاع مصور عليه إن واحد ممكن يخلع منه الكهرباء وسكت الكمبيوتر كله اللي هي النهاية اللي حصلت مع هال في الآخر رد عليه ناس تانية يقول له عمي يامة في التاريخ الناس قالت only humans can do this وكل مرة بيطلع إن لا only humans can do that المكان بيعمل زيها only humans can play checkers لا المكان يقدر يلعب checkers no only humans can play chess لا المكان can play chess and so on فهذا كان الرد عليه ويزنباوم سنة 76 نشر computer power and human reason وسأل هل إحنا في نفس الوقت اللي بنحاول نبني فيه زكاء في المكان بنبني فيه safe guards تحد من قدرة المكان لنتخذ قرارات ولا إحنا كده من أنطلق من غير ما نفكر في الفرامل تتحط على أمخاخ المكان اللي بيتبني ده 77 كان تومسن بدأوا chess playing programs وكان تومسن ده على فكرة co-inventor of unix اللي هو البرنامج المفتوح open source system وتسعة سبعين الكتاب الشهيد بتاع جودال إيشرباخ اللي نشره وأخذ كله surprise عليه داغلاس هوفشتاتر سنة الثمانين جون سيرل أصبح أهم مهاجم لفكرة artificial intelligence نشر كتاب اسمه minds brains and programs طرح فيه فكرة الشينيز روم ومن سنة الثمانين يعني لك 28 سنة ده ما زال بيعتبر أهم ضد artificial intelligence جون سيرل على فكرة زي فلوسفر يعني والكتاب مترجم إلى لغة العربية كمان قال لو أنا سيرل قاعد جوا قوضة مغلقة completely ومعرفش صيني وبيجي لي حاجات مكتوبة بالصين بس معايا very big rule book باللغة الإنجليزية وrule book ده مفصل جدا ويقول لي إذا جالك السيمبل ده سيني تختار من الكور اللي عندك ورها دي الكور اللي شكلها كده والسيمبل اللي شكله كده وتحطه في الoutbox فده بيجي لي incoming وبطلع output input وطلع output ماشي على قواعد القواعد مكتوب بالانجليزي أي واحد قاعد بر العلبة دي حيقول في العلبة دي بيفهم سيني لأنه بيحطي لي سيني من ناحية وبيطلع له ردود سيني من ناحية تانية إنما أنا جو العلبة ولا بعرف سيني ولا تعلمت سيني ولا قادر أعرف إيه اللي بيحصل بر العلبة دي لأنه محصور في الرول بوك بتاعي واللي انتو بتتكلموا عنه في الكمبيوتر ده إن انتو بس عايزين تكبروا الرول بوك وبتكبروا الرول بوك بحيث إن عدد الحاجات الصيني اللي بتخش دي من بره يزيد ويلاقي في الرول بوك بتاعه الحلول بتاعتها وبتدوله قواعد تقولوله لو جوم الاتنين سيمبلز دولها مع بعض يبقى دور في السيمبلز كذا إذا جولها كذا بس ما فيش فهم حقيقي وأن الفهم قضية غير القدرة على الرد أو الحل وبالتالي يقولك حتى لو رجعنا للتورينج تاست لو بنينا كمبيوتر ممكن إنه يخاطب الإنسان ويدي له ردود تبان مقنعة هل فعلا حصل زكاء هل حصل فهم هل حصل التعلم التعلم بتاع الكمبيوتر مبني على أساس feedback loop بتقوله فيها بس لو حصل التلات حروف دولة مع بعض لازم تعمل الحرف الفلاني لما لقى ما فيش الحرف الفلاني بتديله feedback loop حروف أخرى فبيزودها على قاعدة البيانات اللي عندها الشينيز box problem ده أو التصور ده ما زال إلى يومنا هذا أكبر نقد لفكرة الزكاء الصناعي لأنه أساسا بيقولك مهما أنت عملت كبر الرول بوك طبعا التشبيه بالprogramming واضح جدا يعني بالنسبة للكمبيوتر فجون سيرل عملت great debates الحكاية دي views into the Chinese room والفلاصفة والdebates والحاجات دي كلها دي كلها ماشى في اتجاه اللي هو الbrain والneurons والconstruction بتاع logical symptoms والشينيز روم فيه problem تاني نرجع تاني للambiguity of language و ما نسميه common sense problem بتاع common sense ده طريف جدا problem بتاع common sense ما ابنك الآتي أي طفل صغير عمره خمس ستة سنة يبقى اكتسب من الحياة حواليه قدر كافي من الفهم والمعلومات إنه هو يقدر يربط حاجات ويقدر يرد مع adult ويكلم معه الكمبيوتر غير قادر إلى الآن إنه يعمل الهكاية ديجلس لنا عمل CYC program to assemble database حتى في الغد 30 مليون معلومة بس يعني لما بنقول الطفل أقعد على كرسي أو روح أقعد هناك حيفهم من غير ما أقوله إن معانيتها أقعد على الكرسي ده بشاور له يروح أقعد هناك طب يعرف إزاي إن أقعد هناك دي على الكرسي وما ياشي على الأرض وما ياشي نرجع بعتها على الحيطة فيه common sense هل هذا common sense أقدر أكتسب وأبرمجه هو ده السؤال اللي مطروح ولنه حاول اليومين هزبه سيسة ما وصلش النتيجة وده الـ CYCorp اللي عملها Corporation عمل دومين specific knowledge facts and data knowledge ويبني عليها لغاية ما عايز يوصل للthinking فوق خالص مين ويل الزكاء الصناعي بيمشي فيه شركة اسمها Symbolics سنة 85 بدأت تبيع أكتر من 100 مليون دولار برامج artificial intelligence القطاع الخاص بيشتغل وسائب الفلاسفة يتكلم في الـ problem وفي meaning of consciousness ناس وكتاع والقطاع الخاص بيشتغل وبينتج ومينسكي قال ان سنة 85 قال ان لو نفهم الهيومان برين it is parallel processing machine it is not a symbol manipulating machine ودي مهمة الحكاية دي نهاد 88 بقى بيظهر في أول التمنيات والنص التاني يظهر بقى مجموعة جديدة من الشخصيات الغريبة جدا منهم حانس مرابك وواحد Ray Kurzweil Ray Kurzweil ده جينيس في حاجات كتيرة جدا انما هما بقى very strong proponents بتاع artificial intelligence والبين power وبيقول ان احنا حنروح towards consciousness ده جاي من كتاب مرابك minds children بيقول في انه يعني لو بدأنا بال manual calculation mechanical electromechanical vacuum tube transistor hybrid ship integrate وهكذا بنلاقي ان في هنا computational power per unit cost بيزيد logarithmically وان هنا قريب ان هنا 2008 بعد شوية صغيرة حيبقى عندنا human equivalence in a super computer وعلى 2030 حيبقى عندنا human equivalent في personal computer وبالتالي بعد كده حيبقى اقوى بتكير من الانسان والمستقبل حيبقى للآلة وهنا بدأ تساؤلات كبيرة جدا حول هذه القضايا واحد يقولك انتو بتحتقروا المكان لانه لغاية النهاردة ما زال مخ الانسان مليون مرة اقوى من اقوى computer ولكن كلها كم سنة والcomputer حيبقى مليون مرة اقوى من مخ الانسان العلاقة بالضرورة هتتغير فمرابك بدأ يفكر في الروبوت وعمل الكتاب بتاعه بتاع الروبوت وبدأ روبوت ومش عارف ايه وده نتطلع الكتاب بتاعه وقال هو عبارة عن ونقدر نعرف ان نيرونز موجودة ريكورز ويل بقى ده شخصية فزة جدا واخترع حاجات كتيرة جدا منها text to speech synthesis ويشتغل العمل عمل حاجات شغل العمل كتير برامج تحول text to speech وعمل electronic music keyboard وعمل حاجات كتيرة جدا ونشر كتاب اسمه the age of intelligent machines تنبأ فيه ان الكمبيوتر هيهزم بطل العالم في الشترانج سنة 98 وسنة 97 جاري كاسباروف اللي هو كان يعتبر احسن لعب شترانج في العالم هزمه الكمبيوتر ديب بلو بتاع IBM في واحد من المترجم المترجم ديب بلو قام جاري كاسباروف سنة 97 حتى سنة قبل التنبؤ بتاع كورسفايل كورسفايل بيبني على الحكاية دي انا قلتلكم حكاية كاسباروف ما كنتوش مصدقيني والكلام اللي بقول لكم ده انه حيحصل سنة 2015 و2020 حيحصل بس انتم مش عايزين تصدقوني ولو حصل حيحصل قبل كده مش بعد كده كمان طبعا حصل ديباتس كبيرة جدا هيوبا دريفوس دانيول دانت ما معنى ان ديب بلو ديفيت كاسباروف دريفوس بقول لها طبو يعني ما نقدر ابني مكنة اقوى من اي لعب كورة وتشوت الكورة اقوى وتمشي اسرع هل معنتها ان لعبة الكورة هتتغير لوجود المكنة دي لا ملاش معنى الحاجات بدانت تقولوا لا انت مش عايز تعترف باللي حصل في افلام كتيرة عملت على زي وكتبات كتيرة على ديب بلو كاسباروف عمل درو مع مكنة تانية انما اساسا الفكرة بقت نرجع تاني بتاع الرياضيات ومن اهمهم روجر راجل عمل ورجع تاني الى فكرة ان المخ تادر انه يحل مشاكل المكن ما بيخش في لوك وما مكن ما تخش في لوك وبينامي يخش في لوك وش هيعرف يطلع منه انما البني ادم عنده مقدرة انه يطلع منها بانه المخ بتاع البني ادم بيتقبل الامبي بيتقبل الامبيرفكشن وبيتقبل اليراشناليتي بينما البرمجة للمكن لا تتقبل هذا في النهاية لان اللي بيكتب البرنامج لازم يتدي يحط له قواعد معينة روجر بنروز عمل تايلي مشهور جدا هو راجل مشهور جدا تسعة وتسعين تنبأ في ان احنا داخلين في فترة جديدة للإفولوشن وان الإفولوشن اللي جاية المكن هيحل محل البني أدمين وان احنا هيبقى لنا علاقة جديدة مع المكن لما المكن هيوصل قدرته تبقى مليون مرة أقوى من مخ الإنسان بالضرورة العلاقة هتتغير هنرجع البردكشن في المحاضرة النهائية انما اساسا هو بيقول خدوا بالكم ادي النقط الخضرة هي الحاجات اللي موجودة عندنا فانا متوقعين بقى ان الجزء اللي حيزيد ده لغاية هنا احنا دلوقتي يا دوب وصلنا أكتر من ويمكن قربنا من الماوس وبعدين على 2020 هنوصل ل إنما 2040 المكن هتبقى أقوى من المكن هتوصل أقوى بعدين هو في الكتبة يعني ده الدياجرام انما الرسمة بيقول ده الهاردوير السوفتوير هتأخر ما بين 10 إلى إن الهاردوير بيمشي أسرع من الكاباسي تدبلوب السوفتوير إنما ده التصور بتاعه فهنا بنرجع تاني إنه قوة الكمبيوتر بالضرورة حتؤدي إلى ماشين انتليجنس وإن الكنشي سوف تحدث أو لا بإمكان هذا مهم بإمكان ما هو ما هو المخ عبارة عن مئة مليار خلية نيرون كل واحدة منهم فيها اتصالات ممكن ما بين ألف وعشرة آلاف وصلة وعشرة دولة تقوم إلى 200 خلية هذا الكم الرهيب جدا إمانات منه ما نسميه الكنشيس والذكاء إذا عرف من ابني كده هل من المكان هيتطلع نفس الكنشيس والذكاء ولا لا ده السؤال اللي هم هتروحوا قدامه النهاردة وريكورز بايل is not an armchair theorist بنى مثلا الشخص الفيرتشو الرياليتي بتاعة رامونا دي وبناها وحقول لكم عنها كمان وقدمها سنة 2001 في نيويورك ورامونا دي عملها روك اندرول سينجر إنما أهم من هذا حطها على الويف سايت بتاعته كهوستس تقابل الناس وتكلمهم إلى آخر وشكلها طلعت في المسرح معه في لما عمل في مادسن سوكير جاردن في نيويورك رجعنا لفكرة أن بيجماليون اللي بيبني إنسان في صورته اللي هي جالاتية القصة المشهورة اللي بيرنار شو كتب عنها وناس تانين كتبوا عنها وكتب قصته مع رامونا في كتاب تاني اسمه The Singularity is Near هذا الكتاب طلع حديثا وفي قدرة على التفكير بعيدة جدا وتحديات كبيرة جدا لتصوراتنا للمستقبل His Reasoning بتاع كورسفايل لأن كورسفايل إذن إنجينير وبيبني مكان وبنى آلات موسيقية وبنى برامج text to speech أنت تستعملي في المكتبة بتاعة البلايند عندنا البرامج اللي هو عملها فإذن إنجينير من ناحية إنما زي ما كان الجملة اللي قلتها لكم بتاعة أرتر كلارك بتاع أودسة الفضاء في الأول أنا عايز الناس لتفكر تفكير منطلق بس نلموهم مع الإنجينير اللي يعرف يبني وده اللي عمله كورسفايل قال إن في technological evolutionary point حي اسمو singularity وده حي اسمو an achievable goal for humanity وإنه through a law of accelerating returns technology progressing towards this at an exceptional speed وإنه الفunctionality of the human brain is quantifiable in terms of technology and the technology that we can build in the near future بيكلم في ظرفه 10 إلى 15 سنة والمدكال advancement would keep a significant number of his generation alive long enough for the technology to intersect and surpass the processing power of the human brain وإن ده بالتالي حيؤدي إلى تغيير كامل في كل حاجة بيل جوي بيل جوي ده كتب مقالة مشهورة Why the future does not need us بيقبل بيقبل الاستشراف بتاع كورسفايل إن المكان سيحل محلنا ولكن متخوف منه كورسفايل بيرحب به بيل جوي متخوف منه بيل جوي على فكرة is a co-founder of Sun Microsystems is the legendary programmer of BCS Unix بتاع بيركلي يعني شخصي دولة دولة العمالقة بتاع الفيلد يعني اللي بتصرعوا مع بعض دولة كلهم عمالقة الفيلد ولا مش peripheral أو marginal people أو كوكس يعني الدفجن شارب دلوقتي أصبح الدفجن شارب في glowing future for machines more intelligent than humans مرابك with Kurtzbeil there are limits to machine intelligence Dreyfus و Penrose وغيره بيل جوي ويزنباوم agree with Kurtzbeil but worry about the ethics هل عندنا طريقة نحمي نفسنا ولانير حاول كتب حاجة اسمها في منفستو he critiques the excessive pro machine stance بس بيقول التخوف زايد عن اللزوم نيكولاس هامفري وغيره بيشتغلوا على اللي يقولك لازم فيه طريق third way نلاقيه فيه many people and many debates are going on ويسفني طبعا ان في مصر ما عندناش كفاية حوارات حول هذي القضايا دي من الشخصيات الكبيرة وطبعا الله يرحمه صديقي العزيز ستيفن جاي جولد كان مع الناس دي طبعا خصت الحوارات ما كان في كل الحوارات الكبيرة وهو مع دانت هنا ود بيتس كونتينيو كل الاحكاية دي فيها جزء واحد ناقص مين اللي عمال يشتغل على الزكاء وبيئيسه بقاله مئة سنة الجماعة بتوع ال وكأن منفصلين تماما عن الneurobiologists والإنجينيرز والمثematicians بشتغل في ميدان ودولة بشتغل في ميدان تاني Educational Psychology is exciting but seemingly independent story completely بيرجع أصلها لريني ديكارت ريني ديكارت هو لقال كوجيت ورغو سم وفكر إذن أكون ناقص ايضا قملا دي if something exists it exists in some amount if it exists in some amount then it is capable of being measured this is the ultimate empiricism كل حاجة قابلة القياس فالسؤال can intelligence be measured الحقيقة حصل throughout the 20th century حصل قضية المنتال اج وكراوليكال اج وستانفور بناء تست بدأت بألفرد بناء فرنسا he tried to measure the mental اج by comparing peers بينهم باب أولاد بينهم بين باب وعمل index مع زميل له عشان يقول دولا محتاجين لعناية خاصة دولا مش محتاجين لعناية خاصة لويس تارمان في ستانفورد طور بناء سايمان تست وسنة 1916 أصبح ستانفورد بناء تست وهو اللي تولد بال IQ لما نقول فلان عنده IQ عالي قوي جاي من القياس ده جاي ده من فرع educational psychology و it was devised under the direction of بناء لما ستانفورد بناء حصل في التغيير كتير جدا و it is better known as IQ which measures the mental age in relation to the biological age يعني بقول mental age بتاع الطفل ده مقسوم على biological age مضروب في 100 فلو 125 يعتبر exceptional ولو 58 أو يعتبر retarded دي فيها many questions على استعمال الحكاية دي وماني ريسست استعملوها وعشان to justify eugenics سبيرمن invented factor analysis in psychological testing وكان mentor بتاع Cyril Bert و Cyril Bert ازاي ما قلتلكم قبل كده في حكاية values of science fabric data بتاعته فدلوقتي ما نحن نتكلم عنه إلا كمثل لما لا يحتزى لأنه fabric data بتاعته ستيبر جاي جولد دخل في هذه المعركة بكتاب رائع اسمه the miss measure of man وأثبت في الأخطاء الموجودة في الاستعمال factor analysis والmeasurement بتاع intelligence questions وإن إذا غلط ولا غير قبل للاستعمال وقال إن ده بيستعمله كbiological determinism American life قالوا في إن البلاكس أقل من الويتس الويتس هنا البلاكس أقل في الإنتليجنس بتاعتهم لذلك البلاكس فؤرة والجزء الأقل في المجتمع ستيبر جاي جولد دخل المعركة تانية تدهم سنة 96 بنسخة جديدة new edition من كتاب المسجر رومان عمل أفراد في chapter لهم الفكرة الأساسية إنه عقل الإنسان غير قابل للقياس المنفرد بقياس واحد زي ما هم بيخترحوا مثلا الطمطماء دي أدية ممكن أقسها إنما هال ممكن أقس ذكاء الإنسان بقياس واحد في خلاف حول هذا يدخل من وفكرة قال إن في حاجات مختلفة في حاجات كثيرة جدا وحاليا أبو هذا النوع من التفكير هاورد جاردمر في هاربرد هو عمل كتاب شهير اسمه frames of mind وقسمهم إلى سبعة وده التعريف بتاع إزاي قيس one of these intelligences إنما أساسا قال القدرة اللينجويستيك مش بالضروري إنها ماشية مع الماثماتيكال اللوجيكو وماثماتيكال ما بتلشي مع بعضها موزيكال أبيلتي موزارت ما يشترطش إن الموزع تعرف يكتب أدب عظيم ولا يكتب أدب عظيم يكتب أدب عظيم يكتب أدب موسيقى والسبيشيال والبوديلي والبرسونال والإنتر برسونال الأواني والسرطة الأواني فبالتالي قال إنه لازم نطلع من فكرة إنه فيه مقياس واحد اللي هو إنتليجنس خوش إنما فيه فاريتي من إنتليجنس طبعا نبدأ ناخد الكلام ده ونرجعه تاني على اللي بنعمله في المكان يبقى بنطرح بقى تصورات جديدة ما بقيتش بقى عدد النيورونز وعدد الكمبيوتاشن إنما فيه فاريتي ما بقيتش بقى إنه لنفترح في الوقت الانجينيورين والفلوسفورين يبقى دعواني فالكي ما حدثت كما نتحدث اليوم هل تعتقد محيين هل تعتقد هل تعتقد هل تعتقد هل تعتقد هل تعتقد ألان تورين ألين إذاً يتحدث كم من هل ثم هل تعتقد كم من هل فاليزا أنا أذلكم إليزا البرنامج إلا عملو wise and bound this is an actual application of إليزا الوزر بيكتب هي واحدة ستعتقد men are all alike فإليزا تعتقد in what way they are always bugging us about something or other can you think of a specific example well my boyfriend made me come here your boyfriend made you come here he says I'm depressed much of the time I'm sorry to hear that you are depressed it is true I am unhappy do you think that coming here will help you not be unhappy I need some help that much is certain what would it mean to you if you had some help perhaps I could learn to get along with my family tell me more about your family and so on did Eliza pass the Turing test actually not really in the Rogerian psychotherapy it is one of the very few cases where the psychiatrist the other party is allowed to present themselves as if they have no background knowledge the psychiatrist it is not a true and they have to give her the support the chest program the context is very constrained they have a very limited in the four and 64 meters on the one how about evolutionary software the artificial life and evolution ماذا يفعلون في البرامج هنا؟ هل ليس مميك إيكو سيستم؟ حسنًا، الاجتماعات الاجتماعات لديها مستخدمات مستخدمة جداً ومستخدمات البرامج البرين، كما يقولون، هو أكثر من مستخدمة يعمل على البرامج البرامج طيب ناسة قالت هل الانترنت كشبكة كلها على بعضها حتطلع على هذا البرامج الانترنت زي ما احنا عارفين التصة بتاعته حكيتها لكم من شوية الانترنت الثلاث من البرامج المتدهات من إيكو سنعتمت مانتوا من البرامج يمكن إيكو سيكون成 مستخدمة تريني أو إيكو سيكون من تقلّال مرة البرامج المعارفين الطبع تنزلеч . وَكَلِمَ أُخْرًا الْآرْفِ فللمّي أنه يوّ رفض مميك المدهة ، آج حدث مميك وده التصور بتاع دارتموث نيوال لان سايمون قالك لا فزيكال سيمول مانيبوليشي سيستم روجر بنروز قالك الگودالز انكومليتنس تيارم تحدد لامت على الحطة ذا تملوا المكان واعتمد على جودالز جون سرل رجكتد ان سرونج اي اي سيستم وكلم على الشينيز روم الارتفيشال برين المترجم للقناة 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 ما يحدث مع الروبوطين في هذه الحالة؟ هل يمكنهم إمبادتهم في الروبوط؟ وماذا سيكون هذه الروبوطين؟ وماذا سيكون لهم؟ وهذا هو المتحدث من المتحدث والخصصية.